أنا عاوز أقول إخوتي وأخواتي لما منقول سامريا إحنا مش بنتكلم إنك على جنسية معينة إحنا بنتكلم على تعبير أصبح تعبير مسيحي يعبر عن المحبة والرحمة والأخلاق المسيحية اللي فيها مساعدة للآخرين ومثل ما ذكرت أنه أعظم الوصاية هي تحب الرب من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك بهذا يتعلق النموس والأنبياء والرسول يحنى قال يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق فالمحبة الحقيقية مليئة رحمة وأثمار صالحة المحبة الحقيقية هي المحبة المضحية والمتفانية من أجل الآخرين المحبة لا تطلب ما لنفسها المحبة لا تظن السوء ولا تقبح يعني مش وقت للتقبيح ولا الدينوني المحبة تستر كثرة من العيوب المحبة مثل ما ذكرت هي تعبير عن العطاء وحياة الشكر يعني في كده المسيح تقابل مع المرأة السامرية أعطاها الماء الحي وحياة أبدية وخلاص لكل بلدتها في مرة طهر عشر برص ولكن في سامره رجع وأعطى الشكر والمجد للرب بسأل يسوع أين التسعة؟ أين التسعة؟ يعني مش مجرد كلها واجبات دينية شكليات خارجية ولكن حقيقة أين هو جوهر الدين؟ أين التسعة؟ قال الرسول يحنى من قال أنه في النور وهو يبغد أخاه فهو إلى الآن في الظلمة وبتعرفوا إذا منقرأ في يعقوب 2 من آية 14 ما المنفع يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليوم فقال لهما أحدكم امضيا يلا الله يبعث لك بسلام استدفئا واشبعا ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ بنفس الإصحاح قال يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحابة فما يكونش فيه محابة رياء فإذا أحبائي الكتاب بعلم كمان اسمحوا لي أقرأ في رسالة يحنى الأولى إصحاح 3 وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ مَعِيشَةِ الْعَالَمِ وَنَظَرَ أَخَاهُ مُحتَاجًا إحنا قلنا من هو قريبك مش بس الأخوي كل البشر وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ مَعِيشَةِ الْعَالَمِ وَنَظَرَ أَخَاهُ مُحتَاجًا وَأَغْلَقْ أَحْشَاءَهُ عَنْهُ فَكَيْفَ تَثْبُتْ مَحَبَّةِ اللَّهَ فيه؟ بكمل يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق وَأَمَّا الْمَحَبَّةِ فَلْتَكُمْ بِلَا رِيَاءٌ يعني نعمل الخير للجميع كما يقول كتاب ولسيما أهل الإيمان في الكنيسة الأولى ما كانش فيه أي شخص محتاج وإحنا قلنا أنه أتباع المسيح ذهبوا وبشروا العالم بالمحبة مش أنه ياخدوا ممتلكات بل بالعكس باعوا كل الممتلكات وتركوا كل شيء وضعوا حياتهم بيد المسيح ووصلوا إلى كل العالم ببشارة الإنجيل بالمحبة والسلام أحبائي كتير بشوف صفحات الفيسبوك وبصراحة إشي مخزي وإشي محرج وعيب هو وقت أنك تطلع التاريخ كل واحد وعلى فكرة رح أقصص حلقة لهذا الموضوع كل واحد عنده ماضي مظلم وكل واحد عنده التاريخ بس مش وقته لما أرمي يحذر شعب إسرائيل وحذر وحذر ولكن لما أجنب وخض نصر ودمر أرشليم هنا أرمي يبتدى يبكى على شعبه ويتوب من أجل شعبه ويستغفر من أجل شعبه كانش يلوم خلاص ما هوش وقت أنك تقول ها سمعت شفت ما أنا هيك حكيت هذا أحبائي مش شيء رباني أترك الدينونة للديان الآن هو وقت لطلب الرب أعوزين نعرف نصلي ونسأل ما الحكم من وراء المضوع ليه صار في هذه المناطق الله هو الله له السيادة والسلطان المطلق أنا ما يعني أستطيع أن أسأل الرب عن طرقه ولكن ما أعلم أنه الله حتى إله في الموت ما خارج الله بحول كل الأمور للخير وحتى الأشياء اللي مش شايفينها لابد أنه الله يعلنها في الوقت المناسب وبالحقيقة كلنا في الموازين إلى فوق وجميعنا نحتاج لنعمة الرب لا تشتكي ولا الدين غيرك ولا تحلل سياسي ولا ديني ولا ولا اترك الموضوع للرب أنت أما أنت يقول الكتاب فاذهب ونادي بملكوت الله حباء العالم محتاج إلى رسالة رجاء رسالة رجاء لعالم يائس على الحفة بدون أي أمل محتاجين رسالة تشجيع لعالم عم بيشعر عم بحس بالإنحناء الروحي الناس أصيبت بالصدمة والعديد مصاب بموضوع الخذلان ما عادوا يصدقوا أي شيء لا بصدقوا الحكومة ولا بصدقوا رجال الدين ولا بصدقوا الإعلام أو السياسي ولا حتى للأسف بعد الكورونا الناس فقدت ثقتها بالطب والأطبة العالم يحتاج إلى يسوع المسيح مش لإصلاح ولا لأي شيء آخر فالناس فقدت الأمل في كل شيء ولكن عاوز أقول في رجاء من رب الرجاء من إله الرجاء من الرب يسوع المسيح اللي ممكن يغير حياتك رأسا على عقب اشتركوا في القناة